السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقص بالمغرف فإن شاء الله سوف نقدم لكم ابتداء من يوم الأحد والأيام القادمة التوقعات المتوقعة إن شاء الله لتقص المغرف المرجع من المتابعة ولايك وشكرا لكم بالنسبة اليوم غد إن شاء الله فيتوقع بإذن الله أن تكون بعد الزخاط الرعدية فقال مرتفعات الأطلس بإذن الله على مرتفعات الأطلس الكبير محتمال تسقط بعد تلوج على التباين وتليوين وكذلك أمزمي ذؤي من تانود بإذن الله وأبني من الله ستكون أجواء غائمة على ميدل كذلك مع احتمال باطل قطارات المطارية بإذن الله بالنسبة للفترة المسائية فسوف تستقر الأجواء مع احتمال أجواء غائمة فوق المرتفعات وكذلك مع تقدم مرغفة جو الأطلسي فألمرجو أكمال الفيديو الأخير ضروري إخوة الأعزاء لكي تعرفوا المدن المعنية في الأيام القادمة يوم خمسة عشر إن شاء الله فيتوقع بإذن الله كذلك أن تبقى الأجواء بدون تغيير كبير وكذلك مع احتمال الزخات المطارية أقصى شمال المملكة تبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة اليوم الأربع بإذن الله 17 نوان بإذن الله فيتوقع أن تبقى كذلك الأجواء مستقرة وسيطرات مرتفع الجو الأزوري مع تقدم من خفة جو أو تشكوله بيئة كذلك القرب من السواحل المغربية بالنسبة إن شاء الله ليوم الجمعة إن شاء الله 19 فيتوقع بإذن الله أن تكون أجواء غائمة في الأقاليم الجنوبيا للملكة المحتمال بعد الزخات المطارية إن شاء الله أما بالنسبة ل describing اليوم السابط إن شاء الله 20 بإذن الله نوان بإذن الله كذلك تكون بعض الزخات المطارية في المرتفعات وكذلك على كذلك قلمة وصمارة بإذن الله وربما تصل حتى سوس بإذن الله وترودان واتريون بالنسبة إن شاء الله للفترة المساءية فيتوقع استمرار الزخات المطارية على المرتفعات وكذلك مع تساقطات تلجيع على مرتفعات الأطلس الكبير وأمطار حاضرة إن شاء الله لفومس جيد وطاطا وتارودانت وتزنيت وأشت وتاليوين وأقادير بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فستكون أجواء نسبيا غائمة إلى قليلة سعب بالنسبة للفترة الصباحية من يوم الأحد إن شاء الله فيتوقع استمرار الأمطار والتلوجة المهمة إن شاء الله على رفود ومرزوقة وقلميمة وكذلك الرشيدية والريش وأسهل التلوج هامة وتهاتل تلوج مهمة على ميدلت وتوم في تويت بينت وكذلك تين غير أمطار حاضرة وكيمدين وورززات وكذلك تزنغت وتاليوين وأمزميز وأزيلال بإذن الله تكون كذلك بعض الزخات المطارية مع تساقطات تلجية مهمة بالنسبة إن شاء الله الفترة المسائية إن شاء الله باليوم إن شاء الله الأحد فيتوقع دخول أمطار جيد مهمة ومع احتمال كذلك تتشكل عواصف رادية أمطار حاضرة وبن سليمان ضربة الجديدة برشيد القاراستات ولاد فرجة الولدية سديب النور وآسفي بإذن الله بالنسبة لمرتفاعة الأطلس ستكون كذلك أمطار حاضرة على الرشيدية وميدلت وكذلك ابني ملال وتبينت وورززات وتاليوين بإذن الله ومرتفاعة الأطلس بحول الله بالنسبة كذلك لباقي المناطق الأخرى فستكون كذلك الأجواء نسبين غائما فترة مسائية محتمال الزخات المطارية على الجنوب الشرقي وكذلك مرتفاعة الأطلس بإذن الله وأقصى شمال المملكة والسهول الغربية للمملكة وعلى زغورة والجنوب الغربي وأسوز بإذن الله ستكون بعض الزخات المطارية بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله فيتوقع بإذن الله كذلك دخول أمطار جد قوية على الشمال الشرقي ومرتفاعة الريف وكذلك الواجهة المتوسطية والرباط بإذن الله فهذه التوقع تبقى بعيدة مدى ربما تتغير أمطار جد قوية على الفاس وتازة وتوري توجده النظر وبابردوس سليمان وكذلك الرباط كيكو خنايف روضات الحاج وكذلك بعرفة بإذن الله وأجردع وأمطار جد عاصفية وقوية إن شاء الله لأمانهم لله تابات